بعد اجتماعات ماراتونية على مدار قرابة شهر اللجنة الوزارية لمكافحة العنف في الوساط المدرسي رفعت تقريرها النهائي للوزيرة بنغبريطة حيث شددت في توصياتها على جملة من الإجراءات أهمها تنصيب كاميرات المراقبة في المؤسسات التربوية رفع عدد أعوان الحراسة استحداث منصب مراقب لتسجيل كل حالات العنف اللفظي والجسدي تطهير محيط المؤسسات التربوية من الغراباء تكثيف الدوريات الأمنية بالقرب من المؤسسات التربوية إلى جانب الإجراءات الأمنية والرقابية التي تراهن عليها اللجنة الوزارية رهان آخر على النشاطات التربوية من خلال تكثيف النشاطات الثقافية ورحلات استحداث مرصد وطني لمحاربة العنف إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالشؤون التربوية طوارئ في وزارة التربية ولقاء غير مسبوقة بين وزارة التربية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لضبط آليات لحماية التلاميذ من العنف ومن الاختطاف لاحتواء الظاهرة التي أضرت كثيرا بالحرم المدرسي ترجمة نانسي قنقر